فمن الفضائل أن الإنسان يتواضع أن لا يذكر فضائل نفسه إلا إذا كان طريق لهداية الناس حتى الآن مثلا إذا أنت تروح إلى مكان تريد تروح إلى طبيب تشوف لافتة موجود الدكتور فلان وليش يقول الدكتور فلان حتى أنت تعرف أن هذا الدكتور تراجع لا يقوله مثلا تبجحا لعل البعض يقوله كذلك لكن الأكثر الغرض منه أن يعرف ليراجعه الناس إذا تشوف أمير المؤمنين أو الرسول أو الأئمة في بعض الأحيان كانوا يذكرون بعض فضائلهم إنما يذكره لهداية الناس الرسول عندما يقول أنا رسول الله هذا من أعظم الفضائل أنه رسول من الله لكن لماذا يذكره لكي يهتدي الناس به أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سؤل أنت أفضل أو مثلا آدم قال ما معناه إن تزكية المر نفسه قبيحة الإنسان يزكي نفسه قبيح لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء لكن لأنك سألت استجابة لك أولا والجهة الأخرى أيضا ليعرفوا فضائل الأمير المؤمنين ليتبعوه ليهتدوا ذكر أنه أفضل من آدم أفضل من نوح أفضل من كذا إلى أن سأل مجموعة من الأنبياء بيّن أنه أفضل منهم مع بيان الدليل إلى أن وصل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قال له أنت أفضل أم محمد قال أنا عبد من عبيد محمد أنا أطيعه هو الرسول من الله وهو الأفضل مني وهو الذي والله الله سبحانه وتعالى عليه فأنا ولي له إحنان الغرض شنو هو الغرض هداية الناس أو إجابة سؤال سائل سأل لغرض هدايته ترجمة نانسي قنقر